موسيقى جوتن تاج نهاركم سعيد ولادي وبناتي طلاب سنة أولى سنوي النهاردة معادنا مع المحاضرة رقم 8 والأخيرة لنا في السيزون كله النهاردة بنعلن عن أكبر مفاجأة في المحاضرة ان شاء الله بإذن الله في منصة لنا اسمها منصة يلا جيرمان المنصة هينزل لحضرتك في آخر الفيديو ده اللينك بتاع المنصة اللي هتخش تعمل بي أكاونت على المنصة عشان تاخد مراجعة ليلة الامتحان على منهج أولى سنوي كله في محاضرة واحدة فقط ساعتين وهيبقى معاها ملزمة بي دي اف هي دي اللي انت محتاجها ليلة الامتحان يبقى انت كده مقامل نفسك للألماني ودنياتك متزبطة المحاضرة فور فري طبعا وبتعمل أكاونت على المنصة فور فري وبتخش على المنصة تاخد المحاضرة وكمان بيبقى فيه امتحان في الآخر وهيبقى عليه جواز لعليه جواز نوص السنة الامتحان ده هنحدد المعاد وهنقول لك امتى وهنقول لك كل تفاصيله ان شاء الله بإذن الله بعد لما بتخش تسجل على المنصة ويبتسجل بالأكاونت بتاعك طبعا طلبة مصر كلها ممكن ندخله على المنصة قولي زمايلك وصحابه كل الناس يشرفون أهلا وسهلا وهي عبارة عن ساعتين ليلة الامتحان وراجع على منصة يلا جيرمان تعالوا دلوقتي ناخد حصتنا لحصة رقم 8 هنبدأ بايه هنحل النهاردة قطع ومقالي يلا يا حبابي يا حلوين هقرى القطع معاكم اللي في صفحة 54 وبعا كانتوا هتحلوا الأسئلة واحد اسمه عمر وليد هو اتولد في أسوان عنده 37 سنة وبيلعب في النادي الأهلي وكمان بيلعب في المنتخب مصر يعني فسبال ناتسيونال منشفت يعني المنتخب بتاع مصر رئيسة فرهايراتة هو متجوز وعنده تغايي كيندر 3 أطفال مرات عمر اسمها نادا أحمد وسكنة في القاهرة إر هو شبيلت بيلعق بيكلم آسف شبغيشت بيكلم أغابش وشوية دويتش على هاته الشخص التاني اللي نتكلم عليه اسمه دانيال جوزيف عنده 30 سنة اتولد في المنطقة دي في ألمانيا دانيال جوزيف ده من ألمانيا وعايش دلوقتي في جفايتس سويسرا هو متجوز ومراته اسمها كارين أنتون دانيال بيلعب تنس دانيال جوزيف بيلعب كويس هواية دانيال هي سماع الموسيقى وبيتكلم دويتش وأسباني دلوقتي هنوقف مع بعض الفيديو وهنحل الأسئلة اللي موجودة وبعد كده نصحح وندي نفسنا درجة من 4 عشان نتعود احنا هنعمل إيه في قطعة آخر السنة يلا دلوقتي بعد ما حضرتك حليه تعال نشوف الحل بتاعك التكست ده كان بيتكلم عن ايه شخصيتين شخصية الأولى عمر وليد والشخصية الدانية دانيال جوزيف السؤال التاني فو ليه بتاعينا يعيش دانيال جوزيف قالوا ان عايش في شفايتس في السويس رقاط ولد في ألمانيا لكن عايش في شفايتس فاسش بريشت عمر وليد بيتكلم ايه عمر وليد قلنا انه بيتكلم أغابش وشوية دويتش على قده عمر وليد ده ايه في رهيراتك متجوز وعنده 3 أطفال تمنى القطعة التانية هستأذنكو كان نفسي أقرها لكو وترجمها وكان نفسي أحلي معاكم الأسئلة هنوقف الفيديو نقرأ مع نفسنا القطعة ونحل الأسئلة وبعدها نصحح ونعود نفسنا دائما في القطعة نعمل كده يلا تعالوا المفروض ان انتو دلوقتي قريتوا القطعة وخلصتوها مونيكا بتقول لي ليزا اسمي مونيكا أنا من فرنسا وعيشة في ألمانيا في مدينة بريمن الألمانية بدرس جرمانيستيك علم اللغة الألمانية عندي 21 سنة جوزي اسمه ديرك وأخويا ماين برودر آسف وأخويا أوليفر عايش دلوقتي في مدينة زالسبورغ هو شغال هناك ورئيست شونفر هيراطت ومتجوز وعنده زون ابن المين اللي كتب فيا يعني مين اللي جيش غيب نقصة إن معلش يا أولاد زودولي إن هنا مين اللي كتب الإيميل ده اللي كتب بيمضي تحت يعني اللي كتب مونيكا مونيكا دي عندها كم سنة موجود فيه إن عندها 21 سنة خلي بالكم من الأرقام في إستمونيكاس فاميلي نشتاند حالتها الاجتماعية قالت إن هي فرهايراطت متجوزة أوليفر عنده نوع آيننزون جزها طبعا هي أو جزها أي واحد في الاتنين عنده طفل تمام يا هير زي الفلحة اللي نقطها تعالوا بقى يلا ألم رصاص كده جميل ونشتغل نكتب أو ألم جاف لو أنت ما بتغلطش تعالوا دلوقتي يا حبيبي يا حلوين نفتح مع بعض بقى الملزمة صفحة 55 فون فون فتسيش ونلم لحضرتك كل الأسئلة اللي في الوحدة بإجابتها عشان نتك عليها ورق أو ألم يعني نفهم السؤال ونحفظ الإجابة كتابة عشان الكورز إيميل إيميل قصير واحد لو جالك كورز إيميل حد بيقولك في جيتس دي كيف حالك في جيتس إيميل كيف حال حضرتك الإجابة النموذجية هي دانك ميع جيتس جود حالي كويس وقل له أندي ديا وإنت أو أندي إيميل وحضرتك ممكن نكتب إجابة تانية أحلى بكتير وأرخص بكتير اسمها دانك إس جيت يعني ماشي الحال شكرا دانك إس جيت يعني حالي ماشي كويس وأنا شايف هي تلك كلمات وسهلة وبيس دو جبوري إنت متجوز ممكن أقول يا إش بين فيهاي غاطت وممكن أقول ناين إش بين لديش أو جيشيدين أو فيا فيد فيد اللي بعدو فيا ألت بستدو عمرك قديش بين أخسين ياري ألت عندي 18 سنة هستوي كيندا عندك أطفال ناين إش هابت كايني كيندا ما عنديش أطفال أو يا إش هابت سيفاي كيندا عندي طفلي فيا ألت إستدعين كيند ابنك عنده قد إيه هقول إس لإست لأن الطفل كيند بيتعوض عنه بإس إس إستدس فيا يا غي آلت عنده سنتين فيا ألت زين داين كيندا عيالك عنده قد إيه هقول زي زين دا دا غاي وند فيا يا غي آلت عندهم واحد عنده أربعة واحد عنده تلاتة وهكذا تمام اللي بعدو تعالوا نطبع على كده بكورز إيميل يلا هنطلع بمين هنطلع بأحمد وننزل بأنتون يعني هنقول هلو أحمد وتحت أنطل طيب فيا جيتس كيف حالك ها هنقول إيه دانكا أول الكلام الحرف كبير ثم كومة وإس جيت يعني ماشي الحال وزي ما علمتكم بعد كل جملة نقطة ونسيب مسافة صباع بين كل كلمة والتانية عشان يطلع خطنا مزبوط ونحسنه عشان دا عليه درجات كتيرة لبعدو فقالت بست دو عمرك قد إيه هكمل كتابة وقول إيش بين أنا عندي مثلا زي بتسين سبعة عشر سنة فو بست دو جبورن أين أولدت اللي يقولك دو تقوله إيش تبقى إيش بين أنا أكون اتولدت فين مثلا إن بالين جبورن يعني أنا والله اتولدت فين في بالين اللي بعدو في إس داين فميني نشتند إيه حالتك الأسرية هقول واحد عنده سبعتاشر سنة بالمنطق يقول إيش بين أنا أكون سينجل أو ليدش يعني أنا أعزب وحط نقطة ممتقس زي الفل متى يكتب الحرف بصوا بقى خلصتوا كتابة آه يا هير خلصنا كتابة تعالوا شوفوا شوفوا البلاوي اللي انتوا عملتوا والله يوريكم البلاوي في ناس أصلا ما كتبتش هلو أحمد وأنطن دي تحت نقص نص درجة طب خد مصيفة تانية في ناس معلش يا جمان عايزكم هنا تعملوا علامة تعجب عاودوا نفسوك وتحطوا علامة تعجب مش كمى عشان تكتبوا الحرف ده كبير لان لو كمى الحرف صغير عاود نفسك بعلامة تعجب مين ما كتبش الدي دي كبيرة مين ما حطش النقطة مين ما كتبش الدي كبيرة جغوس مين ما كتبش دي جغوس كبيرة مين كتبش بالين كبيرة مين ما كتبش إيش كبيرة خلوا بالك بنقصوا على الحاجات دي تعالوا ناخد إيميل تاني هنطلع بليزة وننزل بي أنا يعني الكلام كله عن ولادك يبقى أول حاجة هنطلع بي أنا ها بي عندي سيفاي كيندا طفلين نقطة اللي بعده في هايسن زي اسموهم ايه أطفالك دي أنا يبقى زي هم زي هم هايسن وعلى فكرة أنا كتبت الاس كبيرة عشان أول الكلام هي معناها هم بس أنا كتب الاس كبيرة عشان أول الكلام لازم أول الكلام لحرف جغوس كبير مش كلاين صغير زي هايسن اسموهم مثلا ديرك واند ليزا عايدي على اسم صاحبتها ايه الموضوع زي هايسن ديرك واند ليزا طيب في قالت زين زي عندهم قد ايه هم برضو يعني زي زين ده عندهم قد ايه بقى أقول مثلا غايسن تلاتاشر وانده مثلا فون فسين خمستاشر بس يعني في عيل عنده تلاتاشر وعيل عنده خمستاشر طيب أنا بحب أكتب إجابات بسيطة وأخذوا الدرجة وأطلع عاجري مش راح أهبدي أنا في الامتحاء وزين زي جبوغن اتولدوا فين زي هم والاس كبيرة عشان أول الكلام زيند إن بالين جبوغن يعني اتولدوا في بالين نقطة تمام أول ها يلا تمم كده أول الكلام الحرف كبير وليزا حرف كبير وعلمت التعجب محتوطة ati ايها دى جغوث مكتوبة جغوث كيندر مكتوبة جغوث وعى الكنسية النقطة زي مكتوبة جغوث ديرك وليزا مكتوبين جغوث الاس مكتوبة جغوث جغوث النقطة موجودة بغالين مكتوبة جغوث عشان بلد أنا مكتوبة كبيرة وعى الكنسية النقطة دي الحاجات اللي احنا بنEntخس عليه في الامتحاء انا بعلمك احنا كمدرسين ده انا بكشف لك زميلي بيصححه زي اللي بعده يلا حبيبي هنطلع بتيمو وننزل بهلكة يلا اسم اخوكي ايه وهو بيدرس ايه وفو استقر جبورن واخوكي ده تولد فين بنحاول نروعك يعني شوية نتكلم بصيغة انت شوية نتكلم بزي هم تعال بقى هو يلا اخوك اسمه ايه يبقى ار هو مش اخوكي هعوض عنه ب ار هو هاست اسمه بيدر حلوة اوه ديما تخلو الاسماء كده لايق على بعضها يعني اكيد هيلجاو بيدر يعني طيب بصيش تودير تقر بيدرس فين ايه وفين يبقى ار هو اشهل لقونك ار هو شتوديات بيدرس نحق حاجة سهلة ما تغلطش فيها دويتش او انجلش ان بالين وبلد بصوا انا بعشة العيال اللي في التصحيح هلاقيهم بوسات قوي بوس بسيطة هو هو بيدرس دويتش ببالين بوس بوس حاجة بلا قوي دويتش وانجلش مغلطش فيها بالين مغلطش فيها باريس اختاري الحاجة اللي ما تناسقش هالها درجات انت رحيات تعفل بعده اتولد فين اع است ان بالين برضو جباغن اي جباتي منطقية وشغلي منطقي ها يلا هير نحل بعدها خد تعال 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 هنشوف الخنازير عمله ايه تعال ايه ده اه يا هير صح ها 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 ده انا لو قاعد جنبك في البيت هلطش لك يا اللي عملت غلط انت ها 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 بس ابني ما يغلطش من قص تمام تمام يا هير اللي بعده يا هير تؤمرني ها نطلع بمانويلة وننزل بديفيد في عايز داين فخوين ايه خدت بها لكم عمل هير نهار ده روّق مرة كتبنا بايش مرة كتبنا بزي هم مرة بإره هو يلا زي هي عشان نبقى تكلمنا بكل الدمائر وتكلمنا عن كل خلق اللي اخدنا زنوب في عايز داين فخوين دن اسم صديقتك ايه وفي هير است زي هي منين وفي قالت است زي وعندها كم سنة وهي ساكنة فين اول حاجة اسم صاحبتي ايه هقول زي هي ايه دا هير مش الاس دي كبيرة يعني معناها عملودي عالم التعجب هي مش يهر الاس دي كبيرة معناها حضرتك اقول ايه بس اول الكلام يكتب الحرف كبير دي زي هي وانا كتبها كبيرة عشان اول الكلام يبقى زي هي هايزت اسمها مونيكا اهو اسم الماني اهو اسمها مونيكا طيب اه فوهير است زي هي منين يبقى زي هي كمتا او است الاتنين صح زي است هي تكون است اوس من بالين محلوة قوي اللي بعده اه في قالت است زي عندها قد ايه زي است سبعنصش عشرين سنة اه فوهونت زي هي ساكنة فين زي فونت ساكنة اين نفس البالي احنا ما بنفاهمش شكرا احنا عاملني سببت عايز جملة سليمة صح اه يلا هنصح ايه الاخبار ايه اخبار الحلوين نقطة ناسد ايه اخبار الحلوين اول الكلام اخبار النقط ايه البونكت النقطة اخبارها ايه شكرا احنا بنصح احكي تسا يابا يا هيرت كيف اكتابة هيرت انا ورمت اكتابة اقسم بالله لما ايه دا تشتعل في الكتابة هتبقى اول سؤال كتابة مقالي بيبقى الكورزة ايميل اللي احنا شفناه صح اه بيبقى السلا ونكتب اجاباتها كده بالطريقة دي السؤال التاني اوفزادس موضوع انشا هينديك موضوع انشا وعنصرين تكتب فيه مثلا يقول لك كلمني عالفاميليا عيلك كلمني عن نفسك مثلا اول حاجة عملتها اتكلمت عن نفسي قلت اش بين نوائد سنياغا قلت عندي 19 سنة اش بين انكايغو جيبوغن اتولدت في القاهرة اش بين شتودنت طالب جميعي او شتودنت طالبة جميعية ولو عايز تقول اش بين شو لاغو شو لاغين صاح اش اش تودير اندالين او اش اش تودير ميديتسين اش بين فغويند ماين عدرس ماين تليفون نمع اش بين ليدش اش بين في هايغاتت ولو عندي عيال هقول اش بين كين دا وزي زند وعندون كم سنة ايدي هير دي نفس الاجابات اللي احنا كتبناها من شوية هير ايوه نكتبها بقى مرة تانية في موضوع انش بس مش هجيب لك لاتنين حاجة واحدة انا ممكن يجيب لك الكورس دي ايميل عرف حد تكلم عن نفسك تكلم عن صاحبك تكلم زي ما احنا عملنا ويجي في موضوع انش اقول لك تكلم عن العيلة عشان مبقاش لاتنين نفس النص فهمتوني او نفس القصة اتكلم عن الاخري صاحبي او او برودة رخوية او زون او فتر انا عايز عاودك اما تتكلم عن مذكر تقول ار لكن لما اجا تكلم عن بصوا بقا ار او زي على حسب هتتكلم عن ولد ار هتتكلم عن بنت سي والجمل سابتة بقا استاقسن ياريال كمتاوس ايجيبتن استاقسن كايغو جيبورن فونت انبالين استا شتودنت او شتودنت لو بنتها تبقى شتودنت مش شتودنت طبعا اللي بعده نكمل اوخ انبالين مسا شتوديات شتوديات مدتسين شبغيش دويتش ليدش فهيغاتة كايمي كيندر يعني نفس الجمل اللي انا كنت بتاع لنفسي هكتبها على الشخص الاخر لو ولد ار لو بنت زي الفاميليا العيلة معينة فاميليا استجغوص عيلة كبيرة او كلاين صغيرة زي هت العيلة تملك بنقولها كده والله الالمين بنقولها كده زي زي دي بتعوض عن العيلة تاني فاميليا عيلة اداتها دي وبنعوض عنها بزي اللي معناها هي ولما نصرف الفيرب نقول است نقول هت نقول كنت نقول هاست عبايتت شبغشت لان كلمة فاميليا بنقول عليها مفرد مؤنس زي هي مش هم تاني كلمة فاميليا مفرد مؤنس زي هي مش هم تاني يبقى الفاميليا زي هت فيها فنف بازون خمس اشخاص ماين فات ابويا واقول است كم سنة وماين موتا مامتي كم سنة ماين فات است عاست ابويا دكتور لكن مامتي مثلا هاوس فغاو او اين هاوس فغاو تنفع دي وتنفع دي صح تعودوش تتخلق مع بعض في الكلاس في الفاصل انا ينفع اقول على مامتي زي است هاوس فغاو طب ماينفع زي است هاوس فغاو وزي است اين هاوس فغاو يعني رب تمنزل عندي اتنين اخوات ماين بغودر اخويا اسمه كذا لكن ماين شفستر اخت اسمها كذا ماين جوس التر جدي وجدتي ليه بن عايشين فين اش ليبا ماين فاميليا انا بحب عيلتي اللي بعده هره عايزين نتدرب على مواضيع انشا بالشكل ده افزتس يعني موضوع انشا اكتب لي من خمستاشر لعشرين كلمة من فون فتسين بيس تسفانسش فيوتا اتسو دين فول جندين تامن على احد الموضوعات شغايبا ايبا اكتب عن العناصر اللي اديها لك اكتب عن دين فاميليا عيلتك بعضون للاشخاص عدد انتصال يعني عدد اخواتك وشتوديوم الدراسة الجامعية يبقى اول حاجة هكتبها ماين فاميليا عيس عيلتي است تكون كلاين صغيرة او جغوس كبيرة اللي اعجبك عايز تكتب كلاين براحتك عايز تكتب جغوس براحتك بس الاول حرف صغير لانها صفة الصفة والفعل وحرف الجر والضمير يكتبوا صغيرين الا لو اول الكلام هكتبوا كبار زي بص ماين جات كبيرة معين الفاميليا استكلاين عيلتي صغيرة عيلتي دهية زي عيلتي هات تملك او فيها مثلا فيها بازون اربع اشخاص انا كده زبطتلك العيلة ان انت عندك ها زيهات فيها بازون اربع اشخاص يبقى انت واخوك مثلا وباباك ومان يبقى انا اتكلمت عن الجيش فيستر انتصال عدد اخوتي هقول ايش انا هاب عندي اين اش فيستر اخت بنت اش هاب اين اش فيستر انا عندي اخت بنت تمام اوهر طيب اللي بعد كده اشتديوم الدراسة دراستي ممكن اقول ايش انا اشتديغة بادرس واخد الجملة اللي احنا كنا كتبينها من شوية بادرس الدورش الالماني ان في بالين في بالين يهر دا كدب عادي يا حبيب احنا بنعمل لغة مش كده خلاص كده اهر بص اين سفايد غاية فيا فونف زيكس زيبن اخت نوين سين الف تفول في دغاية سين فيا سين فونف سين زيش سين زيب سين سبعتاشر كلمة هو عايز من خمستاشر لعشرية كتبت سبعتاشر عايز تزوج جملة وتقول ايش انا ليه بحب مين فاميليا انا بحب عيلتي والله براحتك زي الفل تمام تمام يا هر ها نخش على بعده اه يا هر خد تعال تعال خش على بعده ازاي انا عمري كتبت حاجة من غير ما افضل امشي وراك وقولك حرف كبير بص شوف كتبت ايه حرف كبير جغوص اه يا هر تمام الفاميليا بصوا عشان مضربش حد الاف الجغوص عاملة كده اللي عوي جهالي كده ده هعوي جرابته دي كده صغيرة بسأل واحد قبل كده في حصة بقوله في ثالث سنو يا ابني الاف كان كاتب كلمة فيها اف كده مفروض كتب كده فاميليا فريده كتبها كده بقوله يا ابني فاميليا اسمه الاسم بيكتب اول حرف جغوص كبير كده كابتل قال لي خلاص فهمت يا هيرها اكتبها لك كابتل تخيله عمل ايه عيال عمل لي كده طب ده اعمل في ايه ده هو لو كان عمل لي كده بس كان فهمني انه بيفهم ان الاف الجغوص مستوية اندى صار يا ابني ف بعده النقطة موجودة اه الاس كبيرة اول الكلام بقى زونن ها اول الكلام ها نقطة اول الكلام ها بايتش ها باعلين نقطة ايش وفاميليا ركزوا على الحروف الجغوص والكلاين عشان ما تنقصوش في الامتحان تعالوا يا حبابي يا حلوين نكتب الايميل اللي بعده بيقول لك اكتب ايميل ايميل اه ممكن يجي لك في الامتحان ايميل اه ممكن يجي ايميل اول حاجة بنركز عليها اسمك انت ايه لوكاس دي بليو يا جماعة صح هو في الملزمة وكتب ايميل لليلة يبقى اول حاجة فوق هو الايميل ايه غير هلو وفي جيتس وتشوز ايه اللي بترده يا هير تعال اقول لك لما تيجي تكتب ايميل يا صديقي تبدأ المقدمة بهلو فلانا تحتها على طول هنا هنا في جيتس كيف الحال وتحت خلص هنا في الحطة دي تشوز ركز بها معي اسمك لوكاس اه اسمك احمد اسمك محمد اسمك بيتر اكتب الاسم ده تحت يبقى لوكاس يبقى تحت بكتب اسم الشخص اللي بعت الايميل اللي حط نقطة ولا علامة تعجب ولا اي حاجة هي هي جميلة هي طيب انت اسمك لوكاس بتكتب لي مين لليلة يبقى هلو لي لا علامة تعجب هلو ليلا ازاك يا ليلا في جيتس كيف حالك وتشوز اسمي لوكاس دي اسمك المقدمة والخاتمة دي الوحداء عليها درجة اصل لنا في المدرسة احنا معن دراج ايميل في الترمي الاولاني طب ما انت عندك في الترمي التانية على فقرة ممكن مدرسة جيب الايميل الايميل المقدمة والخاتمة عليها درجة تنقص درجة في الالماني عشان مش عايز تكتب هلو ليلة زاك يا ليلة وعلام التعجب وفي جيتس كيف حالك وعلامة استفهام وتشو سلوكاس بس يتحفظه وراء وقلم ما تغلطش في كلمة طبعا هنتكلم عن ايه اكتب ايميل اشتل داينين فاتا فوعرف ابوك كلمنا عن وظيفته مكان ميلاده عمره حلوة اوي اول حاجة اقول لها ماين فاتا ابويا است يكون لغغ مدرس الله ادي وظيفته اتولد فين ار هو عشان بتكلم عن ابويا ولو امي كنت هقول زي هي ار ابويا ما له بقى است يكون ها ان ها لوكاس يبقى ان بالين فبالين ها جيبو غن يعني ابويا اتولد في برلين تمام قلت ار عملو ار هو است يكون فون 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 فتسيش نقاط ياري قلت او ياري برحت اكتب اللي عايزه هل انا كده يعني تمام اه تمام بس نقص يعني حاجات طب ما اكمل كلام عن امي او اكمل كلام عن ابويا في حاجات تانية يعني مثلا انا اقول ار هو شبغيشت بيتكلم دايتش بس 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 اللي ار لما احب يكتر كما انجليش والله انا ضفت جملة واحدة بس الجملة دي الوحدة جابتلي ست كلمات خلاص جبتلك العدد اللي انت عايزه من الكلمات انت مش عايزني اكتبلك من خمستاشر لعشرين اه دا انا برينز تعالوا نشوف الحروف الكبيرة ها 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 اول الكلام فاتر النقطة تحطت ار بالين نقطة ار ار دويتش ها انجليش اغابش تشوس ولوكاس تمام كده يا حبايبي اه يا هير تمام ادينا كتبنا لنا ايه ايميل و اوف زاتس تعالوا ناخد اوف زاتس تاني بيقولك اكتب لنا اوف زاتس عن ماين برودر اخويا واحد عمره دراسته فاملينجتاند حالته له سريع اول حاجة اقول ماين برودر اخويا هايست اسمه انا اخويا اسمه ناصر انا هتكلم عن اخويا ايوا كل واحد برأس معبد الناصر بنت انا هنقول له يا ناصر في حاجة ماين برودر اخويا هايست ناصر اخويا اسمه ناصر ار هو اخويا ده استيكون عنده دغاين فمفتسيش يعني عنده 53 سنة درس درس فين ار هو والله براحتي ما حددش انت هتتكلم عن القرط ولا عن الحاجة والله ممكن اقول ار هو درس دويتش في مثلا كايرو القاهرة طبعا هو مش دويتش هو حاجة طبعة الصحة بس مش هكتبها هتتعقدوا في حياتكم يعني مثلا شايفيني الكلمة عاملة ازاي ايه دي يا هير ما فيش دي دي حشراء طب انا ما انت بحس عن الكلمات الصعبة قوي حبيبي عشان لما تكتب لسبيلينج غلط هتنقص يا بابا فميليونشتاند حالتي الاجتماعية او حالته الاجتماعية ار هو است فهي غاطت متجوز ار هات وهو عنده اين تختر ابنه بس انا كده زي الفل كتبتلك عدد الجمل اللي انت عايز اول الكلام الاسماء الاسماء النقطة تتحط اول الكلام اول الكلام هو هتنسى النقطة اللغات البلاد النقطة اول الكلام الاسماء تتكتب حرف كبير تختر حرف كبير يلا قلتني انت على سنة تانية اذا رأيت بقى بتكتب احسن من العلبة وعالسون المانية بيغلطوا انت مش هتغلط ان شاء الله يلا هير احنا زهينا من الكتابة ده انا يخلي ايضا اقتورة عشان ما تغلطش في كتابة اكتب من عشرين لتلاتين جملة اه اسمك نادية هير انا مش نادية اعمل نفسك نادية يا لا وهتكتب لمولر يبقى فوق ها طريقة كتابة الايميل هو الايميل ايه هلو صح كده تحتها في جيتس وطحت خالص تشوس الى اللقاء اسمك نادية امدي نادية ده اسم خلتي اكتب لمين لمولر مين مولر ده ما عرفش تمام تعالوا نبدأ اول حاجة اعرف صاحبتي علا فقول مين فغاين دين صاحبتي هايست اسمها علا نقطة اللي بعد فنقرت مكان سكنها يبقى زي هي فون تسكن ان ركسي نقطة اشتديم دراستها زي هي شتوديات بتدرس الديتش الالماني في القاهرة كايرو اللي بعد شبراخن اللغات زي هي شبغيش بتتكلم دويتش انجلش دي اللغات اللي بتتكلمها ولو عايز تكتب اند اوخ ارابش او تدخل عربي الموضوع تمام كده انا بكتبله فعليا من 15 ل 20 جملة الحروف الكبيرة حاضر اهو اهو لكن انا بعملوك تروحو في امتحان اخر السنة تحطوا خط الخط ده ربو حطه عشان انت تسعح لنفسك دلوقتي وعا تعمل كده في اخر السنة اهو 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 تمام تمام يا هر تعالوا دلوقتي يا حبابي حلوين نعرف الهو سوف جابن الواجب اللي علينا هنذاكر الحصة كويس جدا هنحل في كتاب 88 89 ونحل الامتحان اللي في كتاب من صفحة 95 لغاية صفحة 98 اخر حصة كانت النهاردة هنصحح الواجب بس ارجو من حضراتكو كله يخش هينزل لحضرتك النهاردة اللينك بتاع المنصة اللي هتاخد منها مراجعة ليلة الامتحان على منصة جيرمان وعايزين كل مصرف كل طلب يتقل على المنصة وياخدوا ليلة الامتحان ويبقى معها بدي اف بالملزمة ان شاء الله يلا تشو نهاركم سعيد ولادي وبناتي طلاب الصف الاول السنوي الجمال تعالوا دلوقتي نصحح الهاوس اللي اخد سيش تمانية وتمانين نحل التكست الاولاني بتاع منويل نوير اللي من المانيا وعايز دلوقتي في ميونيخ عند 34 سنة وتولد في المانيا دايما لما نلاقي مدينة كده احنا مش عارفينها ولا نشغل بنا بيها نركز انه بيقول انه جبوغ ان اتولد في دويتش لاند فالمانيا بس ده اللي اريد اركز في فانتوني ايش بغيش بيتكلم دويتش ويتكلم انجليش وفي هايغات متجوز دايما اخدت انا ماشي تحت المعلومات المهمة ميراتو اسمها نينا فايس منويل نوير بيلعب كورا وبيلعب كويس ودي هويته كمان لعب التنس تعالوا نتكلم عن الشخص الثاني اسمه محمد الشناوي وده من كفر الشيخ اتولد في مصر عنده 33 سنة وبيلعب في النادي الاهلي وبيلعب كمان في المنتخب اهي فوسطال ناتسيونال منشفت في منتخب النادي بتاعنا بتاع مصر عايش فيه الكاهرة بيتكلم عربي وشوية انجليزي هو في هايغات متجاوز وعنده تسفايكين ده طفلين ومحمد نحل التكست السؤال الاولاني التكست عن ايه التكست بيتكلم عن مانويل نوير ومحمد الشناوي الشخصية تقل مانويل نوير عايش فين اللي جابه نمرة 2 عايش في ألمانيا باسر بغيشت بيتكلم محمد الشناوي بيتكلم عربي وعين بيسيشن انجليز وشوية انجليزي محمد الشناوي اسفاي هايغات متجاوز نخش التكست الثاني اللي في صفحة 9 بقى اختيش 89 اشبين باسم عادل اسمي باسم عادل اتولدت في اسكندرية اشبين جيشيد يعني مطلقة وعندها عينة اخطى ابنة وبنتها اسماها صورة وعندها تغير 3 سنين معينة اختار بنتي ومعين مانجوز لابن انكايو عايشين في القاهرة كده البنت عايشة مع باباها في القاهرة مش عايشة مع مالدة اشبوني وانا عايشة دلوقتي في القصر ماين برودر اخويا عايش هو كمان في القصر بوتن تاك انا اسمي احمد ابراهيم انا ساكن دلوقتي في المانيا لكن انا من مصر عندي اينش فيستر اخت اسمها نوها نوها ده هي تعايشة معايا هنا ببالين سوزامن ديت سوزامن ديت معناها معا عايشة معايا ببالين في اعزين ليدي احنا الاثنين عزاب يعني وها بإمكاني كندر ومعناش ولاد اش لانا دوية شورا بتعلم الماني شالا ولاني في عمين في عمين اشتلت فواء ده بمعناها اشتلت زيش فواء على بعضه مين اللي يعرفوا نفسهم الاولى كانت بسمة هي فوق وكان معانا تحت احمد الاثنين كانوا يعرفوا نفسهم السؤال الثاني نوما اصبعي بسمة دي ايه جشيد المطلقة مين ونوها عايشين مع بعض احمد ونوها في قلت عمري صغيرة قد ايه اللي بنت الصغيرة تغاية التكست الثانية موجود في صفحة نواين ده 89 ده حد كاتب ايميل اعتقد على الفيسبوك او كاتب بوست بيقول هلو ان على ام كواس يعني اهلا لكل صحاب اللي في الكورس معاكم بدرو كيف حالكم معاين فغا ومرات اسمها جاسمن ايوه احنا متجاوزين عبا لكن فيها بان كان كين ده ما عندناش اطفال جاسمن عندها جوس والديها عايشين في الجزائر وزيهات عينم بغودر وعندهم اخ هي عندها اخ يعني مرات عندها اخ واتنين اخوات بنات البرودر الاخ ده قاعد في دوزلدورف في المانيا هو جيشيد مطلب وعنده زون ابن ابن عنده 17 سنة عينش فيستر الاخ يوليا فونت عايشة في بريس وزي اسفا هايغات متجاوز عندها ثلاث اخوات دي عندها جيش فيستر الاخت التانية اسمها ساميرا وساميرا دي فونت في مغوكو في المغرب وعندها اخوات 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 والدي ليبن عايشين في اسبانيا في كل هاب ليبن اشنوها ماين جاسمين ما عنديش كلن غير جاسمين بس التكس ده بيتكلم عن ايه يعني بيتكلم عن عيلة بتغو فونت جاسمين برودر اخو جاسمين عايش فين في دي دورف دي عمين اللي عايش في المغرب ساميرا ويف لكين ده عدد الاطفال بتوع ساميرا سباعي طفلي هنخش بعد كده على امتحان كامل شكل امتحان اخر السنة اقول لكم على التعدلات اللي بقت في شكل امتحان النهاردة تيب بصفحة 95 التكست الاولان احنا كده عندنا سابط كتعتين في الامتحان اللي كتب التكست الاولان ده انا لان ماضية تحت دايما نقول كده اللي بيمدي تحت يا جماعة هو اللي كتب التكست انا بتكتب ليوتا بتقول لها كيف حالك في برلين يعني انا بتقول ليوتا كيف حالك في صحبتي صحبتي كلوديا صحبتي عايش معي باي في اللغة الالمانية معناها عند وتاتي مع أسرة وشخص وبتيجي مع الشركات في احد العمل يعني ما يقول لك انا شغال انا شغال الله يلا كتب معي الجملة الحلوة دي انا شغال انا شغال باي فودافون مثلا انا شغال في شركة فودافون في بتقول بها ايه زي است هي يت بايمية قاد عندنا زي كونتا اوس هي من البرتغال وما اختيت بتعمل دلوقتي دويتش كورز كورز زي است اخت سين عندها 18 سنة زي است لديش عزبو عندها اتنين اخوات يوليا وتيم كورز كورز لديش دويتش على قدها وهي طبعا تولدت في الغز زي اخت هي ودودة جدا تعالوا يا حبابي دلوقتي نشوف السؤال الاول السؤال الاولاني بيقول في التكست ده بتتكلم عن ايه عن فورينتن صاحبته ينفع كورز لا كورز زميلة في العمل كورز عايشة دلوقتي فين قالت إنها عايشة في دويتشلوند في ألمانيا ثلاثة عندها دي كلوديا عندها أحد سنة 18 ويوليا عندها برودر أخلا البنت الثانية قالت أنه عندي اتنين إخوات بنات وأخ ولد يبقى لما منعكس ديليا ايه أخوان كده نحاولوا يستسكوا عليكم في المتحلل التكست الثاني اللي بصفحة 96 ماريو من إيطاليا هناك ولد لكنه عايش دوقتي في ميونيخ الألمانية بيتكلم حلو قوي إيطالي وشوية ألماني على قده ماريو عنده اتنين إخوات سيلفيا 12 سنة وصور عشر سنين بابا ماريو شغال في تركيا والأم مش شغالة زيلبت متقيرين كيندر عايشة مع أولادها في ميونيخ سؤال الأول ماريو ده عايش فين؟ ماريو عايش في ألمانيا وقال فوق كده أنه عايش في مينشن ومينشن دي في ألمانيا تمام كده يا أولاد؟ تمام رقم زيكس ستة ماريو بيتكلم إيطاليينش صار عندها كم سنة عايشة سنين يبقى تسين ندعبونا على الأرقام سيلفيا عندها إيه؟ عندها جويستر أخت لأن البقائين مينفعوش دائما في الاختراض نشوف الحل الصح اللي بعده المواقف مواقف طبعا نحن لدينا قطعيكين على اليوم طبعا درجات السؤال الثاني على طول مواقف المواقف تأتي كيف سؤاله على اختيارين؟ يعني داينبرودر أخوك بيقول ناقص جيد يبقى السؤال كان كيف حالك؟ كيف حالك؟ تنفع وينفع لو انا قولي بص بص الحل دا زكي قوي طب ما قلت دير دي كان بصلك بقولك انت عامل ايه؟ تفهمتني؟ لأن البقائين ماينفعوش واحد يقول لي طب ماينفع نقول في جيت سئينين اللي يفرقم بي كيف حال حضرتك؟ قوله ماينفعش تقول لي صاحبك كيف حال حضرتك؟ تميز دايما في جيت سئينين كيف حالك انت؟ دي تتقل صاحبك في جيت سئينين كيف حال حضرتك؟ دي تتقل حد كبير هير فلان فراو فلانة؟ يعني لو نفس السؤال دا جالك في الامتحان وقالك صاحبك بام الصاحبك المدرس بتاعك بيقولك في جيت سئينين المدرس الليران الليران المدرسة هتقوله ايه؟ دانك جوت قندي إينا وحضرتك سورة كم عشر اندير نصر شتراس في الشارع كذا بدل اتغس العنوان او فون قورت العنوان بي و ايه؟ دعين شف المدير بيقولك فعصش بغيشنزي حضرتك بتتكلم ايه؟ هتقوله لغات؟ ايه انجليش مثلا ايش بغيشة اهرابش بتتكلم عربي دو فغاجست انت بتسأل فغاو مولا عنك ما كان الميلادي يسأل عنه فو انت تولدتي فين؟ انت تولدتي مثلا في بول اه يعني اعمل السؤال بفرب في رقم ايه؟ صفحة سبعة وتسعين الجراماتيك يبقى احنا كده اول سؤالين في الامتحان قطعتين بكام؟ بتامن درجات بعد كده المواقف اختيارين يعني المواقف الواحد بدرجتين نخش على الجراماتيك والجراماتيك هيبقى اربع اسئلة بس مش هيبقى زي العدد دايب اربع اسئلة الجراماتيك بس هيبقى سؤال دايما على تصريف الفرب زي ما احنا شايفين رقم 13 ميادة وعالي اتنين جامع بوشبغشن بيتكلموا دايتش عشان هي المناسبة للمعنى مش هيقول بيجو دايتش مش هيقول يكونوا دايتش مش هيقول يسكونوا دايتش دايما دايما بيجيب سؤال على الفرب يا معنى تصريف اللي بعده انتو سكنين فين قالوا اين فرانكفورت في فرانكفورت ركز بيتجاب عليها بقاوس وفو بيتجاب عليها بقين واحفظ الاسئلة دايما نجيب لك سؤال من الاسئلة فرانكفورت رقم 15 16 دا سيستم مين كليجي خلي بالك من مين ومين خلي بالك دا سيستم مين كليجي دا زميلي لا يا حبيبي كليجي هنا زميل ولد لكن لو كليجي كليجي دي تبقى زميلة بنت تبقى مينة كليجي تمام؟ كنت كده بتاعلكو عبل كده كليجي كليجي دي زميلة مينة فونوات ايمن قنددو انت وايمن عملها لكم اليوم مرة دي انت وصاحبك تبو انتم تبقى اير تبقى لبت يبقى دايما اجي عند ايمن وانت واكتب اير انتم و اير انتم تبقى ايه لبت انتوا ساكنين فين هير فلان وفيكم وفي زي احترام اه يبقى هابن زي كندر عندك اطفال قال لي اه عندي كذا لكن مش يفعله حضرتك تكون اطفال يا حضرتك تكون اطفال دي معينا في خويندن صاحبتي لارا استيطاليانر هي من ايطاليا يعني هي بقى تبقى زي والله انا شايف التمرين ده ممتاز جدا بيقول لنا ان شكل الامتحان فيه واحد سؤال على الضمائر شخصية دو اير واس وزي واش وكده سؤال على تصريف الافعال سؤال على مين ومينة صح كده اهو سؤال على تصريف الافعال سؤال على الاسئلة نفسها كده الاربع اسئلة بتقول الجرماتيك دعنا دروقتي يا حبابي يا حلوين مع بعض بصفحة 97 نحل الكورز ايميل اللي كدامة نار لبريكتا بتقول لها انا عارفة ان انتي فوني استساكنة في المانيا انا كمان عايشة في المانيا سؤال الاول هل تو ديرستدو بتدرس ايه؟ يبقى اقول لها ايش انا اش تو ديري بتدرس دويتش ألماني نقطة سؤال البعده في القالة بتستدو عمرك قدي ايه؟ ايش انا بن اكون في عجسيش 40 سنة في الشوش باخن اللغات اللي بتكلميها ايش انا شبغشة بتكلم دايتش المين بس جملة بسيطة وزي الفل اراعي بس في حروف الكتابة والدنيات بزي الفل طيب عايزين نقرأ اللي بعد اكتب من 15 ل 20 كلمة عن التما الموضوع ده واستعين بالعنصر واحد دولانست دايتش انت بتدرس دايتش وين داك لاصة في الفصل زاك لاغين المدرسة بتقول اشتل دايتش لاغين سارة فوق عرف صاحبتك اللي جنبك سارة ايبقى اول حاجة هكتب داس است ميني ميت شلاغين يعني دي زميلتي في الفصل سارة اتكلم عن هير كونفة وطنه يبقى زي هي كونفة وطنه يبقى او اس من سارة من برلين مثلا سارة ببرلين اه دا اسم داولي حاجة لاغين سارة ببرلين مثلا من المدرسة لاغين ماسر لاغين في الفصل دايتش 하나 مานاتي سارة ببرلين او اس skirtsrians الكلمات للاغين انجليش يبقى دي اللغات اللي هي بتتكلمها كده احنا خلصنا يا رب تكونوا بخير يا حبيبي كده النهاردة شوفنا الشكل ورقة الامتحان كاملة هتبقى ازاي يا رب تكونوا بخير وسعادة